موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الإمارات اليوم التي عنونت فيش دي لتحديد أفضل مواقع صيد الأسماك يساعد تطبيق فيش دي الجديد والذي ينتمي إلى متجر أب ستور مستخدميه في العثور على الأماكن المناسبة لصيد الأسماك ويقدم لهم تقاريرا وتنبيهات للحظية بالأوقات المناسبة للقيام بالمهمة مدعما ذلك بخرائط بحرية صحيفة الخليج عنونت الأكل مع التأمل يساعدك على خسارة الوزن خلصت دراسة أجرها باحثون أمريكيون أن التركيز أثناء تناول الطعام بدلا من مشاهدة التلفاز أو غير ذلك يمكن أن يساعد على خسارة الوزن بمعدل كبير وينصح الباحثون أصحاب الوزن الزائد بالتركيز في الطعام والتأمل أثناء تناوله وعدم الانشغال بأشياء أخرى صحيفة النهار اللبنانية أيضا عنونت اليوم احذف نفسك من الانترنت كليا بالضغط على هذا الزر ابتكر مطورون سويديون تطبيقا جديدا يمكنه مسح الوجود الكامل الخاص بك من شبكة الانترنت في عدد قليلا من النقرات بعد تسجيل الدخول إلى موقع الويب باستخدام حساب جوجل أو أوتلوك فهو يبحث عن التطبيقات والخدمات التي أنشأت بها حسابا وينشئ قائمة بها مع روابط حذف سهلا وصحيفة اليوم السابع المصرية عنوانات تقنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين أنماط النوم توصل علماء فرنسيون إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير عصابة ذكية للرأس تعمل على تحسين 32% من اضطرابات النوم وأقل العلماء أن عصابة الرأس الذكية أثبتت فاعليتها وهي تباع الآن في بعض الصيدليات وإلى صحيفة البيان الإماراتي التي عنوانت طريقة مبتكرة لتجديد شبكية العين اكتشف باحثون أمريكيون طريقة لتجديد شبكية العين من خلال دراسة مادة كيموية في عين سمك الحمار الوحشي الأمر الذي يعيد بتطوير دواء جديد للمصابين بالضمور البقعي ويعرف عن سمك الحمار الوحشي أنه من السهل جدا أن يصاب بالعمى لكن نظرا لقدرته على تجديد شبكية العين فإنه يتعافى في غضون 28 يوما ترجمة نانسي قنقر